درب الصدى مدويا في العراق وتشابه المغردون والمعلقون عبر الشاشات والمنصات الكلمة الواحدة بطاقة موحدة والفعل وطني خالص والنتيجة قرار أنهى مأساة العراقيين التي استمرت لسنوات عجاف والفاعل رجل وطني كما وصفه العراقيون والكيفية جهد أوفى به رئيس الوزراء وعده وكلله وزير الداخلي عبدالأمير الشمري بالإنجاز الذي كان وطنيا تاريخيا في حسابات معاناة العراقيين بطاقة وطنية موحدة تنهي مأساة المستمسكات الأربعة والأول من أذار من العام الجديد بداية التطبيق للعملية بعد أن أنجزت وزارة الداخلية في عهد وزيرها عبدالأمير الشمري أكثر من عشرة ملايين بطاقة ليسجل في صفحة الشمري ما قيل إنه حل جذري لمعاملة البطاقة الوطنية التي فتحت أوراقها في وزارة الداخلية منذ عام 2015 أهم وثيقة للمواطن العراقي والتي وصل عددها الكلي إلى 34 مليون بطاقة تنجز نتائج لا حصر لها فهي الصعبة على التزوير والمهمة كقاعدة بيانات في التخطيط والإحصاء وسهولة التداول وإنجاز المعاملات أنجزت المهمة إذن بنجاح وبما يحسب لوزير الداخلية عبدالأمير الشمري بتسجيل النجاح القياسي والعلامة الكاملة في أن يخطو العراقيون نحو اعتماد بطاقتهم الموحدة بالإضافة لإنجاز 43 وثيقة رسمية تخص الجواز والإقامة والهوية الوطنية وبطاقة السكن ومن هنا يحسب في برنامج السوداني الحكومي تسجيل بصمة القرارات الوطنية التي تحولت من الورق إلى الميدان وحولت معها حياة العراقيين أكثر من أي وقت مضى إلى بر التطور والأمان